الميدان السوري ينقلب من جديد باتجاه الحرب فرصة السلام ومرحلة الهدنة وخفض التصعيد والالتزام بقرارات أستانا وسوتي يبدو أنها تتراجع أمام المعارك العسكرية المعارك عادت إلى المربع الأول من إدلب إلى الغوطة الشرقية لدماشق روسيا خلال المرحلة الماضية أدخلت السوريين في حوار غير متكافئ رغم الدعم الإقليمي والدولي للمفاوضات هذا الحوار استفاد منه النظام وميليشيات لبنانية عراقية إيرانية بالتقدم عسكريا في محاور عدة مدعومة بغارات روسية خلال الضغط الروسي على المتحاورين للوصول إلى تسوية ووقف الدعم العسكري عن فصائل المعارضة النظام اعتبرها فرصة أخيرة لفرض سيطرته على مناطق المعارضة تسبق الوصول إلى حل سياسي انتقالي الانقلاب إلى الحرب رافقه عودة شرارة المعارك إلى مناطق الساحل وتحديدا قواعد الجيش الروسي تطور بارز في مسار المعارك هو غارات من طائرات بلا طيار شبه مجهولة الهوية على مواقع روسية في حميميم وترطوس في الشمال السوري الخلاف الدولي الإقليمي صار واضحا تركيا وبموافقة ضمنية من روسيا تحارب الكرد في الجهة الغربية بين عفرين ومنبج الكرد المدعومين أمريكيا يتحضرون للحرب ويضيعون بين تبدلات الموقف الأمريكي بحسب من يصرح من المسؤولين في واشنطن غبار الغارات الكثيفة ينبئ بتغيرات كبيرة بدأت تظهر على الأرض وعلى الالتزام بكافة الاتفاقات من أستانا إلى سوتي وصولا إلى مسار جينيف المهاجر بعد أيام إلى فيينا عمر حرقوس العربية